بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابه أجمعين إخواني أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم اليوم إن شاء الله رايحين نحكي عن مادة أو عن عشبة موجودة كثير في بيوتنا وهي القرنفل أو المسمار طبعا سموها المسمار لأنه سبحان الله شكله شكل مسمار وكثير بذكروه باسم المسمار في دول الخليج القرنفل أو المسمار له عدة فوائد بالمقابل له أضرار على جسم الإنسان طبعا كل مادة إخواني أو كل نبتة أو عشبة إذا زاد استعمالها عن الحد المعقول بتنقلب على جسم الإنسان بانتكاسة وتؤدي إلى أضرار إحنا بغنا عنها لا أجسامنا ولا صحتنا طبعا المهم في القرنفل اللي هو الزيت العطري الموجود فيه وهو الأهم طبعا رايح أحكي لكم عن طريقة عمل الزيت القرنفل باختلاف باختلاف كل عن باقي الزيوت أو باقي عمل الزيوت للأعشاب أو النبتات الأخرى زيت القرنفل أو المسمار نأخذ قليل من المسمار أو القرنفل ونقوم بتحميصه على الغاز لمدة قصيرة جدا ومن ثم يوضع في زيت الزيتون ويوضع في الشمس لمدة ساعة ومن ثم يأخذ ويستعمل بعد ذلك طبعا ذكرت إخواني أنه المسمار أو القرنفل له مضار وانتكاسات على جسم الإنسان إذا تم استعماله بكثرة فيعمل انتكاسات على الأعصاب ممكن أنها تؤدي إلى شلل الأعصاب وتعمل على الضعف الجنسي أيضا من أهم فوائد المسمار أو القرنفل مسكن للألام وخاصة ألام الأسنان طبعا إخواني القرنفل لا يستخدم مباشرة على الجلد زيت القرنفل لا يستخدم مباشرة على الجلد بدون خلطه مع زيت أساسي زي مثلا زيت الزيتون لأنه بعمل على إحمرار الجلد وانتفاخات في الجلد لأنه مادة قوية جدا وزيته بكون حامي على الجلد ويعتبر المسمار أو القرنفل هو نوع من أنواع البهارات التي تستعمل في الطبيخ وتوضع خاصة في دول الخليج توضع على القهوة السادة أو القهوة العربية القرنفل مضاد للبكتيريا ومنقي للدم لوجود فيتامينات فيه وخاصة فيتامين كاف يحتوي على نسبة عالية من المعادن منها الماغنيسيوم والفيسفور والكالسيوم والفيتامينات مثل فيتامين A وC وK وغني أيضا من الماغنيسيوم يستعمل زي ما قلنا لعلاج وتسكين الألام طبعا يستعمل لتسكين ألام الأسنان ولا يستعمل للعلاج النهائي طبعا إذا كان الشخص عنده تسوّس في السن هو ما يعالجه فقط مسكين لألام تسوّس الأسنان ولا يعالج يستخدم لعلاج مشاكل الهضم مثل انتفاخ المعدة والتهابات الجلدية ولدغات الحشرات طبعا بنوه مرتان إخواني كثرة استعمال القرنفل أو المسمار يؤدي إلى عواقب وخيمة إحنا ابغنا عنها فكل شيء يستعمل بطريقة معقولة وضمن الشروط والقوانين يستخدم يستخدم لعلاج آلام الحلق نظرا لإحتوائه على زيوت طيارة فعالة في تخفيض الآلام طبعا زي ما قلنا إخواني منقل الدم ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم حيث أن القرنفل منظم لغدة البنكرياس وهو مجرب إخواني اللي بعانوا من انخفاض في مستويات السكر يجب الإقلال من استهلاكه لأنه يساعد بشكل كبير على تقليل مستوى الجوليكوز في الدم لقرنفل أو زيت لقرنفل يعمل على تحفيز الدورة الدموية لقرنفل مفيد في نزلات البرد والتهابات الشعب الهوائية طبعا بين فترة وفترة أنا بحب أنوي إخواني إلى مضار القرنفل وكثرة استعماله ممكن أنه يسبب حساسية للجلد خاصة الزيت الأساسي لزيء للقرنفل ممكن أنه يسبب حسية وتهيوج وحروق على الجلد مباشرة يساعد القرنفل في التخفيف من غازات المعدة والانتفاخات ويعالج القرحة الهضمية ويقلل من الغثيان والدوار ويقوي المعدة يساعد القرنفل في الوقاية من سرطانات المعدة والجهاز الهضمي فهو يرمم الخلية من جديد يعمل القرنفل وذلك بشربه كشراب ساخن على تقوية القلب والكبد وتقوية اللثة ولذلك يوضع على القهوة العربية لكن بنوه لا عدم الاكثار من وضعه على القهوة العربية ممكن أنه يعمل على تسمم الكبد كثرة القرنفل أو المصمار واستعماله ممكن يعمل على تسمم الكبد يعمل على إزالة غشاوة العين مخفض لضغط الدم مخفض لضغط الدم ولقرنفل يساعد الحامل على سرعة الوضع نافع لمرضى السل بما أنه مقوي ومنشط للدورة الدموية طبعا راح يكون مقوي للدماغ لقرنفل مضر للبول طبعا إذا مسحنا الجبهة بزيت القرنفل يسكن الصداع إخواني هذه بعض فوائد القرنفل طبعا بنوه إلى أنه القرنفل أو المصمار إله إنعكاسات كثيرة على جسم الإنسان إذا تم استعماله بشكل كبير وبشكل يومي فهو يعمل انتكاسات على صحة الإنسان وخاصة على الأعصاب وعلى الكبد وعلى القلب فإحنا دايما بالإضافة إلى فوائده نستعمله بشكل معقول حتى نستفيد من هالنبتة أو من هالمادة إن شاء الله بكون وصلت فكرة ممتازة وفكرة لطيفة لإخواني المشاهدين تابعوني على قناتي وإلى اللقاء